مأرب الأكثر أمنا والأكثر استقرارا ونشاطا هكذا هي الصورة السائدة عن المحافظة مؤخرا منذ تحريرها من قبضة الميليشيا لكن مخاوف كثيرة غير وقوعها ضمن مدى القوة الصاروخية لتحالف الانقلاب بدأت تلتف حول المحافظة الواقعة جغرافيا شرق اليمن المخاوف الأخيرة انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي التي أجمع فيها الكثيرون على رفض تعيين مدير الأمن الجديد الذي رأوا في قرار تعيينه مخالفا لمشروع الأقلمة الذي يفترض أن يتولى المنصب واحد من أبناء المحافظة بالإضافة إلى أسباب ومبررات أخرى للرفض لكن ذلك الصوت الرافض سرعان ما تحول إلى فعل وحراك على الأرض تمثل بقيام جموع بالتظاهر أمام مبنى المحافظة وصل حد الاجتباك المسلح الذي خلف قتل وجرح اختلفت الروايات حول انتمائهم بين من يقول أنهم من رجالات الأمن وآخرون يدعون أنهم من المدنيين الرافضين لقرار تعيين وإن يكن انتمائهم فالواضح أن تطورا ملحوظا طرأ على المحافظة الهادئة والخوف أن تأخذ الحادثة في التطور أكثر اللجنة الأمنية في المحافظة سرعان ما عقدت اجتماعا استثنائيا خرج بقرار تشكيل لجنة لتحقيق في الحادثة بينما اعتبر المحافظ الحادثة استهدافا لأمن المحافظة والسؤال الملحو الآن هل تنجح مارب في تجاوز الحادثة الأخيرة أم أن الأمور أمام سيناريوهات مختلفة ترجمة نانسي قنقر